واتنشط البيضات بتاعت الانس فبالتالي يفضل عندي الانتاج مستمر ولها دور فعال وقوى جدا لرفع وزن الزغليل أثناء فترات التحصين وبساعة كمان على بناء جهاز قوى جدا يعمل قهائد صد ضد الأمراض الفيروسية يعني ان انا بأسس الزغليل بتاعتي في البدايات بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم واجماعة عامليني يا رب دايما تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله طلعين نقدم جرعة مهمة جدا جدا للحمام بتاعنا رافع مناعة هتزود الخصوبة عندك هتزود وزن الحمام بتاعك زاد ان هي لها مفعول قوى جدا مع الزغليل بتاعتنا لو انت فعلا بتشتكي من كلة وزن الزغليل الزغليل اللي هي بتبقى مقفعة في فصل الصيف الناس كلها دايما بتشتكي بتقول ان الحمام بتاعنا بيبقى وزنه كبير ولكن بتطلع زغليل وزنها قليل زاد كمان يا جماعة دي اهم جرعة بقدمها للحمام بتاعك باستمرار بيفضل في عندي انتاج مستمر بتزود خصوبة الدكر ما بيباش فيه بيض طبعا بيض رايق ولا بيض غير مخصب بتزود الخصوبة عند النتاية بتنشط المبيض بمعنى صح للنتاية الكيس زي ده كده تمنوا حوالي خمسين قرش هوا جماعة بجيبوا منينت سوبر ماركت بقدموا الطرق دي الخميرة مهمة جدا جدا لو عرفت فوايد الخميرة صدقني مش هتطاحها من المكان بتاعك يلا بينا بقى نعرف الفوايد العظيمة اللي هي بتاعت الخميرة ونعرف طرق استخدامها سواء ازا كانت خميرة فورية او الخميرة البيرة او الخميرة اللي احنا برضو تكلمنا عليها في فيديوهاتها بالكده لان من اهم مميزات الخميرة انها بتحتوي على فتامينات فتامين بها بالاخص وتحتوي على املاح معدنية احماض امنية ودايما بنقول ان اللي بيساعد على الانتاج هي الفتامينات والاملاح المعدنية فده عنصر متواجد في الخميرة اللي هو بيساعدنا على زيادة الانتاج وساعد كمان على الهضم السريع وفاتح قوي جدا للشهية ومكمل غذائي ودي اهم حاجة طبعا بحتاجها للزغليل بتاعتنا انها تفتح شهية الحمام بتاعنا الكب وتبقى مكمل غذائي خاصة للزغليل بنلاقي سرعة تحويل الغذاء على الزغليل بتاعتنا بنلاقي الزغليل دايما في صحة جايدة مفيش زغلول مقفع مفيش زغلول مسايف مننا زيت كمان ان هي بتساعد على الهضم طول ما فيه هضمة جماعة طول ما صحة الزغليل بتاعتنا بتيبقى كويسة فبالتالي وزن الزغلول بيزيد ووزن الحمام بتاعنا بيزيد بيبقى مقدم قوي جدا وطبيعي للحمام بتاعنا اللي هو غير مجبل على الطعام الخميرة كمان بتنشط البكتيريا النفعة وبتقضي على البكتيريا الضرة ودي اهم حاجة انا بحتاجها في الموسم ده او في الفترات اللي هي بين تغيير الفصول الامراض اللي هي بتبقى منتشرة السلمونيلا الاسالات اللي هي بتيجي الحمام بتاعنا طول ما فيه بكتيريا نفعة دايما بتقوم اي مرض بكتيري في معدة فرد الحمام بتاعنا او في حواصلة فرد الحمام بتاعنا لا بيجيلي كونكر ولا بيجيلي اي امراض بكتيرية اللي احنا بنتكلم عليها وخاصة السلمونيلا او الاسالات فدعونصر مهم جدا جدا بحتاجوا وده سبب اساسي ليخليني ان انا اقدم الخميرة باستمرار للحمام بتاعنا ولمta اقدم الخميرة جماعة بعد اى كرسى علاجة خاصة لو انا اديت مضادات حيوية نتيجة السلامونيلا اللي اتج muutت لحمام بتاعنا او نتيجة الديدان لو اديت كرسى علاجة للديدان برضو للحمام لازم ان انا اقدم بعدها مباشرة للحميرة عشان الادوية يا جماعة اللي هي خاصة المضادات الحيوية او جرعات الديدان دي بتاعت البكتيريا النفعة فلازم ان انا انشط البكتيريا النفعة تاني داخل معدى فرد الحمام بتاعنا فلازم ان انا اقدم جرعات الخميرة مهم جدا جدا بعد كل كرس ادوية بعمله للحمام بتاعنا. الخميرة كمان يا جماعة تعمل كمنشط جنسي يساعد على زيادة الخصوبة ليدة الدكورة وتنشيط البويضات ليدة الاناس خاصة اللي احنا مهتمين بزيادة الانتاج الناس اللي هي بتشتكي من كلة الانتاج لازم ان انا اهتم بجرعات الخميرة لانها تحتوي على السيلينيوم وبتنشط البويضات بتاعت الاناس فبالتالي يفضل عندي الانتاج مستمر ان شاء الله ولها دور فعال وقوي جدا لرفع وزن ومعدل زيادة وزن الزغليل اثناء فترات التحصين وبساعة كمان على بناء جهاز قوي جدا يعمل كحائط صد ضد الامراض الفيروسية يعني ان انا بأسس الزغليل بتاعتي في البدايات فلازم ان انا اهتم بجرعات الخميرة مع الزغليل ومع القصوص الكبيرة طبعا في نوعين يا جماعة من الخميرة زي ما اتكلمنا قبل كده على فيديوهات كتيرة جدا وتكلمنا على الراس اللي هي المبكو ولكن دي غالية جدا لو حبيب انك انت تشتغل بها ممكن تجيبها وتشتغل نص قرص للزغليل اللي هي ما بعد عمر خمستاشر يوم حتى عمر الفطام او عشرة ايام كده وانت طالع حتى عمر الفطام وللقصوص الكبيرة اللي هي الاهالي ممكن تدي برضو نص قرص للدكر وللنتاية ما تزودش عن كده جماعة عشان ما تتبقاش مضرة بالنسبة للزغليل الصغيرة اللي هي اعمار ما بين خمس ايام حتى عمر خمستاشر يوم بدي ربع قرص برضو لكل زغلول كده بالفم مباشر كل اربعة ايام بالنسبة للزغليل بزود طبعا وزن زغليل بتاعتي من المكملات الغذائية اللي انا دايما نتكلم عليها اللي هي بترفع معدل وزن الغذائية ممكن ان انا اقدم الخميرة اللي هي الخميرة اللي هي بتباع في الفرون اجيب برضو ربع معلقة اللي هي معلقة الشاي الصغيرة واحطها على لتر مية واسيبها تخمر لمدة اثناشر ساعة جماعة وبعد كده بقدمها للحمام بتاعنا ومننساش ان احنا لازم نقدمها على عطش ممكن انا اضيب برضو عليها معلقة سكر واسيبها تخمر وبعد كده بنقدمها لالحمام بتاعنا. الطريقة التالتة وهي الطريقة المفضلة اللي هي ان انا بجيب كيس الخميرة اللي هي الفورية وبقصها من فضيها في لتر مية او ازازة زي دي كده يا جماعة. وبرجها وبشتغل بها مبارشرة مع الحمام بتاعنا. اهي كده يا جماعة بفضيها. وابدأ اقفل الازازة بتاعتي. وابدأ ارج المسحوق حتى يتفاعل مع المية او الخميرة بتاعتنا تتفاعل مع المياه بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. واسحب بالسرنجة بتاعتي. وامسك الزغليل مباشر بالفم. ادي لكل زغلول زي ده كده في العمر ده. السرنجة دي خمسين سنتي. بدي الخمسين سنتي اهو كده يا جماعة قبل ما الاهالي يتأكل ولا اي حاجة. وادى الزغلول بتاعنا بالطريقة دي كده. بتفضل معدة فرد الحمام بتاعنا او الحويسلة بتفضل طريقة باستمرار. نفس العينة برضو من الزغليل او الاعمار بجيبها وبدي بها برضو خمسين سنتي بالفم مباشر. ده كده طبعا ما بيغلبنيش ولا اي حاجة ان انا افضل اخمر الخميرة او ان انا اجيب خميرة لقراس المبكو اللي هي بتبغالية. دي كده افضل حاجة بقدمها للزغليل وللحمام وللقصوص الكبيرة. كيزة طبعا ما بيتكلفنش كتير. هو رخيص جدا ولكن له مفعول قوي جدا مع الزغليل. ده اهم مختلف برضو بديله بالسرنجة كده. طبعا كل زغلول حسب الوزن بتاعه حسب الكمية اللي انا هديه له. ده كده عمر اقل برضو بنفس السرنجة هي بديله برضو بالفم اهو بحط الخرطوم او المبسم في الزغليل وبدله على قد برضو ما هو بيحتاج للكمية اللي انا بديه له من الخميرة. اللي عندي بزيادة في الوزن بترفع معدل زيادة وزن الزغليل بمعنى اصح. وده عمر برضو اقل هجماعة بديله برضو الخميرة كده. ما بستناش بقى الاهالي ان هي تبدي الخميرة. عايز انك انت تقدمها برضو مباشر للحمام. القصوص هي اللي تمسك للحمام. ما فيش اي مشكلة. في الخط المية. وقدم جرعات الخميرة للاهالي اللي هي تحتها زغليل. لما بتبدأ ان هي تشرب. وتخلص احط تاني مرة واثنين وثلاثة الحد مضمن ان الزغليل فعلا اتقرعت من جرعات الخميرة اللي انا بحطها للحمام بتاعنا. دي كده يا جماعة جرعات الخميرة كاملة وطريقة تقدمها وتحضيرها للحمام بتاعنا والفوايد العظيمة اللي احنا اتكلمنا عليها. ما ننساش طبعا ان احنا بعد اي كورس علاج ان احنا نقدم الخميرة. الخميرة هنقدمها لو مرة واحدة بس بالاسبوع صدقني. هتعمل معك تفرة كبيرة جدا. هتحافظ على الحمام بتاعك من الامراض. هتنشط البكتيريا النفعة اللي انا دايما نتكلم عليها. اللي هي تبقى حائط صد ضد الامراض البكتيرية اللي هي بتصيب الحمام بتاعنا. يعني طول ما البكتيريا النفعة دي شغالة هتفضل الحمام بتاعنا في صحة زيادة زيادة ان هي هتحوش عنك اي امراض ازا كانت امراض بكتيرية. الامراض الفيروسية هي بترفع مناعة الحمام بتعمل كحائط صد ضد الامراض الفيروسية اللي هي اموها الروشة مش هيجيلك طبعا لا روشة ولا جدري لانك عامل رافع مناعة قوي جدا للحمام بتاعنا ولز غليل خاصة اللي انت بتأسسها بالخميرة. جروعات الخميرة المكملات الغذائية المهمة جدا اللي كنت لازم تستخدمها للز غليل خاصة لو انت مهتم بتربية الحمام ومهتم بزيادة واجب الز غليل ومهتم بزيادة معدل الانتاج للحمام بتاعنا واسف جدا على الاطالة في الفيديو. ويا رب كده كوني قدر تقدم مادة مفيدة لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهاية الفيديو. باللايك والشير واشتراك في القناة ويا ريت فعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته